اعتزلت سنة كاما كابتا؟ اعتزلت 75-76 هل الإصابة ولا أنت أكبرت على اعتزال؟ لا أنا الارتخاء الرباط الصليبي فالنادي بعد كده قال لك إيه ده مكانش حارف حدش حارف الإصابة ده يا مصر خالص هنا في مصر كان عارف الغضروف بس رحت لدكتور كان يدخل نقط العمليات دكتور مشهور برضا قال له عنده غضروف ويخش يعمل عمليات قلت له طب هروح أجيب بحد من البيت وبجامعة بتاع قال لي طيب رحته ما رجعتش قال لي طب هيت تسافر ودي أول مرة التارسانة تسافر حد نعم سافرت لندن اللي اكتشف الإصابة دي في مصر مين من الدكتور بقى؟ لا مش دكتور اللي اكتشفها مستر تومسون تومسون اللي كان ضرب إسماعيلي هاللي عندك الرواس الصليبي الرجبة مرتخي شوية لكن رجلك قوية هو ده اللي كان بيلعبك بيخليك بيكمل عليها اه بيكمل عليها ومدام حميدة اللي خد في العلاج الطبيعي اه معدوك أستاذ مصطفى دول اللي اكتشفوا قالوا ده ده رباط الصليبي ما خانش حد يعرف الإصابة دي فلما روحت هناك قالوا عندك ارتخاء في رباط الصليبي ولو هتعمل تقويات هتسبب لك خشونة نعم فروحت لندن قالوا لا ما فيش حاجة من الاتنين ياما تبطل ياما تشتغل تدريبات تقوية كل يوم ساعة قبل التمرين قلت لهم لا ده الواحد بيتمرن بالعافية احنا طالبا يعني يبطلك الروباط الصليبي الروباط الصليبي ارتخاء الروباط الصليبي طيب هل في سن معين من اللاعب ان يوصلوا ويبطل فيه طالبا عنده قدرة على الأداء بس لازم يعرف الفترة اللي هو فيها دي يعني من العشرينيات لغاية التلاتينيات دي أقوى فترة في حالة اللاعب اللي هو يدي فيها كل حاجة وعندك عندك تحمل عندك قوة عندك سرعة عندك 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 بعد كده تبتدي تلعب بخبرتك بقى ايوا وتركز شوية وتقلل من السرعة والقوة لان الواحد لما بيكبر في السن خلاص بقى ده قدرات ربية بتديع للإنسان ولو القوة قلت السرعة بتقل لانك لو زودت هتحصل إصابات انا معاك في دي طيب انت لما رجعت رحت لندن وقالولك ان ده ارتخاف الروباط الصليبي ما فكرتش نفتعي من العملية هناك لا لا مفيش عملية مفيش عملية هناك هو قالك اللي اما الاعتزال اما التكملة لان عضلاتها قوية رجل الدكتور درس قاعد يبص عمل تيست اكتر من تيست قال لي عضلاتها قوية وقويسة جيد وماشا الله اه ولا إصابة ولا أي حاجة لكن كان في بقى قال لي في بوادر خشونة الخشونة دي جات من ايه من سوق التدريب معلش مع احترامي كنا بنطلع مدرجات وننزل اه طبعا بتحمل على الركب دي كارسة احنا كناش عندنا استقافة اللعيبة المحترفين يعني واحد صاحبك ما تيجي تنلعب في الشارع تنزل انا كنت قبل ماتشي لأهل والزمانك بلعب في السيوم الخميس في الشارع كرة شراب محدش كان يصدقها طبعا والناس كنت بتستغرب طبعا بنلعب بتحب اللعبة بتستمتع بتستمتع بيها بلعب في المدرب في الكلية بنلعب في المنتخب بلعب في النادي كان فيه استهلاك وما فيش فترات راح فهي دي اللي سببت خشونا مع فقالولي لازم يبقى فيه اعتزال رجعت من هناك الدولة الجواب الجواب ده كان فيه ايه كان فيه قرار انك تعتزل تعتزل لانك لو كملت ومعملتش تخويات ممكن ان الرجبة تروح لاتجاه العكسي وده اللي خوفهم ده اللي خوفهم ده في لندن ده في لندن اه طيب الجواب ده ما انت انت اريطه هناك ولا ما كنتش اريطه لا ما اريطوش هم بعتوه على الكنسولية على الكنسولية مركز التبير الكنسولية بعتوه الخبر نزل عليك ازاي طبعا ما 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 صدقتش لانك انا عندي امل انها وفي علاج لانك انا عندي ساعتها 29 سنة لانك كنتش كملت كنتش كملت تلاتين انما كان بالقول بدنيا اللي عندك ممكن تقدر تلعب تاني اكمل ألعب تاني اه حتى لدرق الناس مستغربين انك بتعتزل في الوقت ده في اللحظة دي فكرت فيها كده والله فكرت قلت بقى يعني بقى فيه موراة تكريم او كده وفكرت على طول فيه في النادي الاهلي النادي لان ايه حكيتك مع النادي الاهلي لان علاقاتي مع النادي الاهلي كانت كويسة كنت بروح بقعد مع انور مع كده بقعد مع الفريق مرتاجي مع ابنه كامل اللي هو اكبر من خالد كان خالد صغير لا خالد طبعا ن attractions كان لسه خالد صغير اه اه فكت كنت بروح قعد هناك فطلبتي بالنادي الاهلي في النادي الاهلي ارتحب انت طلبت من 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 الفريق مرتاجي ايه ايه الحديث اللي بدار بنك وبينو لا ودي يعني قلتلونا حصل كذا 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 قال لي طب ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي يعملو مكانش في بقى لا فيه إلا دعاية ولا إعلان ولا الحاجات اللي بيعملوها قلت له ماتش اعتزال بس هيشترك الأهل والزمالك والزمالك كامل مرتاجي رحمة الله علي والاعتزال هيبقى الإسماعيلي هيقول والزمالك والترسنة والأهل وكان في رمضان كان في رمضان بعد الفطار كانت المشكلة كانت في رمضان فرحب طبعا وتنازلوا عن لا فيه إيجار ملعب ولا إضاءة ولا أي حاجة وحتى عملوا فطار للشرطة هل لما رحت وطلبت من نادي الأهلي بدون تحايز والكلام بكله وشفت المعاملة وكلاملة هل تمنيت في يوم الآيامناك تلعب في النادي الأهلي خلق يعني كان الوقت عادة كان الوقت عادة اه كان واحد بيقول في يعني عشان كده الصورة اللي فيها النادي الأهلي دي نتيجة العلاقات والسياسة اللي هو ماشي بيها نعم مع الخصم أو مع ولاده ويتعامل الماتش والناس جات الملعب كان فل هلا فاكر ها علاقتك ايه كان بالكابتن صالح سريع لا القابتن صالح كان يحبيني جدا كان يشوفني يقول لي يا دي يا محمد انت زاي ما جيتش عندنا قلتوله والله قابت انه ظروف بقى فقدت داخل مرة فقال لي انت ايه قلتوله ده جاي يعني باعود مع أنور وصلاح قال لي وانت عوضوا عندنا قلتوله لا بعد كلمهم على طول هات الاستمارة ويعمل العضوية لأبو العيم وعيف اعمل اعانة الانشاية قلتوله دينا معايا وسام قال لي لا لا انا كانت الصالح رحمة الله عني وعملت كتل اعانة الانشاية الف ونص طبعا كان مبلغ جامس طبعا ده في السبب خمسة خمسة ستة وسبعين ستة وسبعين ها فعمل العضوية على طول الحمد لله دي نفعتني ونفعت ولادي وما زلت عضو في النادي اه